السلام عليكم اتمنى تكونوا كامل بخير اليوم سوف نشارككم طبق مشكل دجاج كينتاكي وصفة جميلة طبقة مقرمشة وصفة جميلة وصفة جميلة وصفة جميلة وصفة جميلة وصفة جميلة وصفة جميلة طبق مشكل وصفة جميلة ثم اضافة تسبيلة هي السر في وصفة قرمشة هناك كمية من الدجاج وصفة جميلة القطع يوجدون لا تتعبون وصفة جميلة وصفة جميلة يتعبون والقطع يكون كبير وصفة جميلة مغرفة كبيرة علبة كاملة يوغس طبيعي عصير حبة ليمون ثوابل الملح كسبور زنجبيل كمون كوركوم و الفلفل نضيف 4 كاية نضيف نضيف كمية كمية نقص على قسم جيني نضيف نضيف 4 كاية نضيف 1.5 كاية نضيف خليط خردل ليمون ثوابل يوغس طبيعي نضيف نضيف الضغط ثوم 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 هذا ثوم فوق ثوم هناك أيضا أصرار هذا كن خليط في كورنفل نضيف طبقة واحدة من الكورنفليكس نضيف طبقة واحدة من الكورنفليكس كورنفليكس يكون مخدوم بالذورابرق ومخدوم بالمييس لا يكون مخدوم بالشركة و لا يكون اطفال ولا يكون يدون ذوق هذا هو المالح شاهدوني كيف نكسر فيه بيدي لا يكون مخدوم بالرابو ولا يكون مخدوم بالرابو ومع ذلك يكون مخدوم بالرابو المنزل في الجيج بالنسبة لأخوات يضع فلاشابلور ويضع فرينا ويضع نشا ويعودوا هذه الطبقة يصلح ويضي بزيف من قرمش بصح اكيد مستحيل القرمشة تكون كما بالكورنفليكس يقوم بالأخوات في شكل الله يبيرك يجب الكثير انا لا يكون قرمشة تكون أرواح وعلى فكرة تناسبوا به مم الخدمات سهلة تضعوا طول القطعة للجيج المستحيل ومع ذلك يجب عليكم البيض و الفرينا وفي هذه الطريقة ربما تجب عليكم الكثير الكورنفليكس هو الصح كما قلت لكم نضيف كمية العزيز نضيف كمية العزيز نضيف كمية العزيز نضيف الدجاج سيضيف أوعي العزيز سوف يصبح الصعود مقطع الع Thomون نظيفها لا تسهل من صدور الدجاج في الطياب فقط النار في الوزق نقص هذا المتوسط وكملوا كمية لا تنسوا انكم تقطروا مليح الجيش كما رأيكم وطياب هم ليه ليه لا تنسوا الوقت كما تنسوا الوقت وصفة سهلة ان شاء الله في اخر الفيديو سوف تسمعوا القرمشة وان شاء الله التراوية من داخل ستأكدوا ان الجيش سعكم يأتي طيب وصفة حين يحبوها بزيب 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 الاطفال نذهب الى البرغل بالنسبة للبرغل اول حاجة شريط برغل 500 جرام يتباع عند السوبياريز كامل البرغل هو عبارة عن قمح والله يدروا بزيب 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 الاتراك والاغلبية اللي يكليوه في المطاعم التركية والمطاعم السورية سوف أعطيكم مصفة لانه نحبوه بزيب في الأول فقط اغسلت البرغل بالمال بارد هذا مكان الفلفل مثل البصل طماطم مصبارة فأول حاجة زبدة و نقلي أول حاجة حبة البصل المكعبات يكون صغر اضافة كبيرة لفلفل ايضا كنت قطعتها الى مكعباز و من المستحسن تخدمه بالفلفل الاحمر و الاخضر لازم فلفل الاحمر انه لا يسوفر عندي سنقليهم حتى ان يضبهم مليح هذه اول مرحلة بعدها سنزيد الجيش ليس ضروري شوفوا عدة مرات وصفة البرغل تركي بدون دجاج ويأتي بثاف بنين اصلا طريقة تركية يعني ما يحطوش فيها بصح انا سرقت من الجيش اللي كان عندي قليت الجيش بعدها سنزيد مغرفة كبيرة على طماطم مصبرة نقليها يلولا بعدها سنزيد حبة طماطم ايضا مقطعة الى مكعبات صغيرة مع فصينثوم نضع ملح في الاسود كسبر و نضع ايضا فلفل احمر و عندي مكوني يجب ان يكون حاضر لهو الكمون لانه البرغل من الحبوب يعني الحبوب يحبوا بزاف الكمون قلي كل شي مع بعض يعني هذه الطريقة كما قلت لكم تجيكم مع سل يعني يجيب بزاف بنينة و الوصفة اصلا سهلة و انا قلت لكم كنت نديرها في الوقت اللي تشتاعي كان يتتبل يعني مش سنية حتى نقليت الجيش بشتارتها اكيد فالوقلي هو وراه يريح و يأخذ في التوابل انه كنت طيب طيب برغل تاعي بالنسبة للبرغل نعود نقول لكم انه حطيته حطيته في صفايا وغسلته مليح بالماء وخليته حتى نقطر طبعا الحبتاء رايح تنفخ شوية علي بها راكم تشوفوا فيها هكذا و حطيته مع كامل الخضار خليته حتى ندير منه و حطيته مغرفة كبيرة تاع الملح بالنسبة للماء طبعا كنت تخنت ماء سخون يعني لازم يكون يغلي قد شرح نحط معها 500 كرام رايح نحط خمس كيسين تاع الماء الكاس 250 ملي لتر حطوا خمس كيسين حتى الخمس كيسين ونصف و رايحين يكفيكم برغل على حبة و لا يجبكم شمع الجن يعني هذي الكيلة طبعا قلت لكم الماء يكون سخون النار تكون ناقص و خليه واحدين ينشف بهذا الشكل و طبعا هنا خليته انا حتى نبرد يعني تقريبا يكون عنده واحدة نص ساعة برغل ما يتقدمش مباشرة لانه كنت اكله تحسوا بلي الحبة ما زل ما هيش طايبة لازم هذيك البخار يعني كيس غطيه و هذيك البخار رح يكمل الطيب و هكذا ما يجيكمش مع الجن بالنسبة لطريقة تقديم رهي بسيطة بالنسبة للبصل يخافوا من الريحة حكموا اني حبتها بصل يحطوها في ماء و ملحة لأقل مدة نص ساعة بعد صفيها وحطوها لفينيكريت وشا حجيكم وحجيكم بزيف النا ومديش الريحة و هذه الطريقة أيضا من توركية ومليحة دكاثة نخليكم تسمع القرمشة و كما شفتوا الجيج من داخل يكون طيب يكون بزيف الطريق وصفة جيجة و أتحبت بزيف و الماء و الأمر يشجح بزيف و هي بارك الكمية لأعطيكم بزيف و تقدروا نصف فقط 250 كرام جربوا الوصفة فرحوا بيها أطفالكم و شاركونا جميع تطبيقاتكم في فيسبوك و اونستجرام أي أسئلة خليهم لك في خانة التعليقات كالعادة نحاول نجعوب على أكبر عدد